اشتركوا في القناة هذه هي نهاية الكون تدور معركة في اقاص الفضاء لا احد يراها ولكن العلماء متأكدون من انها تجري وان نتيجتها مريعة سينتهي الكون لن يتم الامر قبل مليارات الاعوام ولكن لا مهرب منه ان معرفة كيفية انتهائه هي تحدي يواجه علماء الفيزياء الفلكي في العالم وهم يوجهون معدات عالية التقنية الى السماء لكشف مصيرنا الاحتمالات مرعبة احد الاحتمالات ستقوم الجاذبية بسحب الكون لينطبق على نفسه في وضع مشابه لاطلاق الهواء من بالون منفوخ وسيعود الكون الى حجمه الاصلي هذا هو التحطم الكبير ستكون نهاية الكون كرة كبيرة ملتهبة عندما تتقوض المادة على نفسها كلها بطريقة درامية وهناك احتمال التجمد الكبير سيتمدد الكون حين تنفد قدرة الافران النووية التي تمد النجوم كلها بالطاقة سيبرد الكون ويموت هناك احتمال اخر وهو محزن نوعا ما سيستمر الكون في التمدد الى الابد وسيصبح مكانا باردا جدا وموحشا بالطراد فالتمدد سيبعد عنا اقرب جيراننا وسينتهي بنا المطاف لنصبح مجتمعا منعزلا وحيدا من النجوم والمجرات ومجددا لعل هناك نهاية اكثر وضوحا بحيث يتمزق كل شيء الى اشلاء وصولا الى الذرة الاخيرة تخيلوا بالونا مملوءا بقدر زائد من الهواء سينفجر انه اكثر اثارة من التجمد الكبير ومدمر تماما كالتحطم الكبير سيستمر الكون في التمدد ولكن بتسارع متواصل وسيكون مضطردا بحيث ان تركيب الفراغ والزمن سيعجز عن الحفاظ على تماسك الكون مهما يكن شكل النهاية ستكون خاتمة مؤثرة لمعرفة ما هي احتمالات انتهاء كل شيء يركز العلماء على كيفية البدء يبدأ حل اللغز هنا في مرصد جبل ويلسون المطل على باسادينا في كاليفورنيا موسيقى عام تسعة وعشرين توصل ايدوين هابل بالنظر عبر ما كان اضخم مرقاب في العالم الى اكتشاف غريب ان الكون يتمدد قاد اكتشاف هابل الى رسم صورة جديدة للكون انه محيط نشط متطور لقد تغير مع مر الزمن وهذا مختلف عن الصور التي تخيلها البشر عن علم الكون سابقا موسيقى فقبل هابل اعتبر العلماء الكون ثابتا غير متغير موسيقى لكن اكتشاف هابل ان الكون يتمدد عنى ان له نقطة بد موسيقى 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 ومن هنا اتت فكرة الانفجار الكبير موسيقى الانفجار الكبير في جزء من الثانية انفجر الكون وكل ما فيه ليظهر الى الوجود انطلاقا من نقطة اصغر من الذرة موسيقى موسيقى وهو انه يمكننا تحديد نقطة وقوعه في الفضاء اما الانسب فهو ان نعتبره بمثابة خلق متواكب متواصل التمدد في ارجاء الفضاء كلها لو ان الكون يتمدد منذ الانفجار الكبير فعلى العلماء التفكير بانه سيتوقف عن التمدد في لحظة ما والسؤال هو كيف تتعلق الاجابة الاكثر وضوحا بالجاذبية فكل ما يعلو لا بد من ان ينخفض والنجوم والمجرات وكل شيء قد تعكس اتجاهها وينهار الكون فيما يسميه العلماء بالتحطم الكبير لنرفع الغطاء لنرى المقبضة ونباعد فيما بينهما يوفر صاروخ نموذجي دلالات عن التحطم الكبير فالصاروخ كالكون وهو يتمدد في الفضاء منطلقا من الانفجار الكبير هناك انفجار اولي يدفع الصاروخ رغم قوة الجاذبية خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد يرفع عزم المحرك الصاروخ عن المنصة فيسرع مخترقا الهواء متحررا من قوة الجاذبية كبداية يبدو انه لن يتوقف مطلقا ولكن جاذبية الارض لن تسمح بهذا ففي مآل الامر وعند نفاد الوقود يرتفع الصاروخ قرابة متر اضافي ثم يتوقف ويجذب الى الارض هذا ما قد يحدث في التحطم الكبير اذ سيتم جذب الكون ليعود الى منصة انطلاقه ان للكون نفسه زخما وطاقة خاصة فهو يتحرك مبتعدا بالتساع ولكن في مآل الامر هناك نقطة يحتمل للكون ان يتوقف عندها عن التحرك كحال الصاروخ تماما وسيسقط على نفسه وينهار مجددا بتأثير قوة جاذبيته في هذا الاحتمال قد يعود الكون الى وضعه الاصلي الذي سبق الانفجار الكبير متأرجحا بين الخلق والدمار وضعت نظرية التحطم الكبير في حالة انتظار علمية فقد فكر علماء الكون انه لا بد من وجود طاقة تحول دون انهيار الكون ان وجود قوة كتلك يقود الى نظريات جديدة بشأن ما هي الكون واحتمال انتهائه وقد عثر على دليل يبين كيفية احتمال حدوث ذلك في عددا من اقوى الظواهر في الكون واكثرها غموضا الثقوب السوداء يتطلب التكاهن بكيفية انتهاء الكون بضعا من اكثر التقنيات التي عرفها البشر تقدما على بركان بعيد في جزيرة هاواي يراقب فلكيون معركة في الفضاء تحدد مصير الكون تعمل مراقب كيك على ارتفاع قرابة 4300 متر لتقريب العلماء من الفضاء ليلقوا بنظرة اوضحة على الكون يأتون الى هنا لان المراقب تعمل افضل بعيدا عن اضواء المدينة وفي اعلى موضع ممكن فوق الهواء الملوث للارض تجعل الظروف القاسية العمل هنا امرا صعبا ولكن المكان فردوس بالنسبة الى علماء ينشدون كشف الالغاز الهائلة في الاعلى هذا موقع مميز جدا ولكن العمل هنا امر بالغ الصعوبة غير ان هذه المراقب قوية الى حد مذهل ونحن طموحون للغاية ونسعى جاهدين الى النظر الى اخفة الاجسام لنتمكن من ادراك الحدود القصوى للكون التي تخبرنا عن حال الكون في بداياته هنا يحكف فلكيون مثل ريتشارد الاس على حل مشكلة شغلت علماء الكون منذ ايام ادوان هابل فهم يدركون ان الكون يتمدد ولكنهم يجهلون سرعة ذلك التمدد ولن يتكهنوا بكيفية انتهاء الكون الى ان يحلوا هذا اللغز الاجابات موجودة في الماضي نستخدم المرقابة الثابتة كالة الزمن فنحن نرق نظرة على مجرات بعيدة لاننا نراها كما كانت عليها قبل زمن بعيد جدا يوجه ريتشارد الاس وامثاله من العلماء مراقبهم على ضوء من الماضي ويرون اشياء تثبت صحة نظريات قديمة عن الكون بمراقبة اجسام تمكنت التقنية من اظهارها مؤخرا وما اكتشفه الفلكيون هو ان احد تكهنات اينشتاين تحديدا قد تكون المسؤولة عن نهاية الكون بالتحطم اذ قال اينشتاين انه لابد من وجود كتلة اضافية في الكون غير التي نراها فعلا متكهنا بوجود بقع لجاذبية خارقة غير مرئية لا ينفذ الضوء منها وكشفت احدى المجرات البعيدة التي اكتشفها الفلكيون مصدرا بالغ القوة للاشعة السينية لم يتمكنوا من رؤيته لقد كان ضمن كوكبة الريوز ولم ينبعث منه اي ضوء ولكن هناك شيء ما لان ما يبعث تلك الاشعة السينية ذو كتلة توازي سبعة اضعاف كتلة شمسنا لم يتمكنوا من تحديد اسم له فاسموه الثقب الاسوب وتوفر الثقوب السوداء للعلماء تمثيلا بكيفية عمل نظرية التحطم الكبير عندما ينفذ وقود نجوم معينة تنهار على نفسها وتصبح كتلة اصغر حجما واعلى كثافة ويمكنها اجتذاب المزيد والمزيد من المادة تماما كالتحطم الكبير ان قوة الجاذبية شديدة بحيث يتم احتباس كل ما يقترب من الثقب الاسود الى الابد وحتى الضوء لا يفلت منها من الغريب ان شيئا غير مرئيا سيوفر لنا امكانية توقع مصير من نهائي يمثل ورق القار هذا الفضاء والفضاء يعتبر منبسطا نسبيا ولكنه ينحني عندما نضع جسما هائلا فيه هذه قطعة نقود لاحظ كيف تتخذ مدارا دائريا ومبدئيا لقد احتبسها الثقب الاسود ضمن مدار حول نفسها واصبح ذلك المدار دائريا جدا كلما زاد اقترابها وسوف تختفي قطعة النقود في النهاية اتفتدخل الثقب الاسود ما يمكن قوله هو ماذا ان انهار كوننا على نفسه في مآل الامر ماذا ان اصبحت كل المادة في الكون كافية بحيث توقفه جاذبيا وتؤدي الانهياره في ثقب اسود هائل فقد ننتهي اذا الى فردية كبيرة واحدة في النهاية هذا احتمال وارد اذا لقد جئنا من فردية وقد نتجه الى اخرى وتلك طريقة تمكننا من النظر الى الامر عن كثب ان الثقوب السوداء من نواحي معينة ذات طبيعة فيزيائية مشابهة جدا لخواص بداية الكون لذا قد تكون تلك نهايتنا توجد الثقوب السوداء في مناطق منعزلة في ارجاء الكون وجاذبيتها عبارة عن نسخة مخففة من القوة التي يمكن ان تسبب انهيار الكون تلك القوة هي المادة القاتمة والتي يسميها العلماء الغراء الكوني مرحبا ماثيو مرحبا لنركز على علم الكون المادة القاتمة تشتذب اجساما اخرى ويعتبر جذبها بفعل الجاذبية قوة ايجابية نحن لا ندرك ما هي تطاقة القاتمة ولكنها عبارة عن تأثير دفع سلبي يبعد المجرات عن بعضها يمثل دوار الماء في عرض ريتشارد الاس جاذبية المادة القاتمة ويبين الصباغ الاخضر الخارج من الحاقن كيفية انهيار اجزاء الكون تحت تأثير المادة القاتمة للمادة القاتمة تأثير كمركز الغاز في الكون اذ تجمع بين التراكيب مع بعضها وهذه كيفية نشوء مجرة درب التبانة عند تمدد الكون حيث اندمجت اجسام صغيرة باجسام كبيرة بفعل قوة البناء الايجابية للجاذبية لو كانت هذه هي القوة الوحيدة في الكون سيتوقف الكون عن التمدد عند مرحلة معينة في المستقبل لان الجاذبية ستوقف التمدد في مآل الامر وتجمع الاجزاء معا في تحطم كبير ان المادة القاتمة هي المسؤولة عن انتاج مجرات خلال فترة زمنية محددة ولو اعتمدنا على جاذبية المادة الذرية لانتاج المجرات لما كنا لنوجد في اي مكان وما كنا لنطرح هذه الاسئلة لانه لم يتوفر للجاذبية وقت كاف لتكثف المادة الذرية التي نراها في الكون ولا بد من وجود المادة القاتمة لتساهم في هذه العملية وتسرعها ومع ذلك يواصل الكون التمدد ولا يظهر اي دلائل على الانهيار وهذا يدل على ان القوة المعاكسة للضاقة القاتمة قد تكون اشد قوة منها الا ان معرفة ذلك تتطلب القيام بتحقيق علمي ستفحص احدى اعنى في القوى في الكون بحثا عن ادلة ندرس النجوم المنفجرة لنعرف ما اذا كانت ستخبرنا عن معدل تمدد الكون هذه انفجارات تقع عند نهاية عمر نجوم لا تختلف عن شمسنا ينفد الوقود الموجود في مركز النجم فينهار ويتمدد الجزء الخارجي منه ليصبح ما يسمى القزم الابيض احيانا يكون للنجوم القزمة البيضاء نجوم تتخذ مدارات مجاورة نجوم مرافقة وقد يقع انفجار هائل ان سقطت انقاض نجم مرافق على القزم الابيض ما يسبب عرضا للالعاب النارية في الكون يعتبر العلماء النجوم المنفجرة او النجوم المستعرة كالتي تظهر في هذه الصور التي التقطها مرقاب هابل دليلا على سرعة تمدد الكون وتتيح انفجاراتها المقتضبة والساطعة للعلماء تتبع تمدد الكون وتفيدهم بطريقة لقياس سرعته انها نجوم قزمة بيضاء تتحول الى قنابل نووية فتنفجر بسطوع معين ولمدة معينة ويستغرق تبدد ذلك السطوع فترة معينة فهي عبارة عن شموع قياسية وتتكرر هذه الظاهرة اينما كانت في الكون يقيس الفلكيون بعد وسرعة تلك النجوم المنفجرة بقياس كمية الضوء الاحمر الذي تبعثه فكلما ازدادت سرعة النجم المبتعد كان الضوء اكثر حمرة عندما ندرس طيف النجوم المستعرة نحصل على مؤشرات تفيدنا بتركيبها الكيميائي ونعرف سرعات تمدد قشرة النجم عقب الانفجار الاولي ويمكننا دراسة العديد من الامور الفيزيائية في تلك الاحداث يمكن استخدام معدل تمدد المجرات التي تضم نجوما مستعرة فيما بعد لفهم كيفية تمدد بقية اجزاء الكون اننا ندرك هذا لانه يمكننا المقارنة بين سرعة المجرات وابعدها قادت هذه الادلة الفلكيين لمعرفة متى سيعكس الكون اتجاه تمدده ويتقلص في تحطم كبير او ان هذه المعلومات قد تقود الى نتيجة مختلفة تماما يفحص الدكتور الاس ادلة في مرصد كيك في هاواي وضع المرقاب على قمة بركان هائل ويجلس الاس في غرفة مراقبة في جزء اخر من الجزيرة خطوط المهمة يا يوهان اين هي؟ في الجانب الاحمر برأيه وفي الوقت نفسه يقوم يوهان ريشار في معهد كاليفورنيا للعلوم التقنية في باسدينة بتقييم ضوء مجرة بعيدة التقطه مرقاب كيك في هاواي يفحص ايا من العناصر المعروفة القادمة من المجرة هي ضمن الطيف الاحمر وتبتعد اكثر يمكننا اعتماد السرعة في تقدير مدى ابتعاد المجرة عنا يمكننا فهم تصرف الكون برمته وايضا يمكننا فهم تمدده ان فهم الانتقال الاحمر هو حجر الزاوية في محاولة كشف مصير الكون قادت صور الكون الاكثر وضوحا التي توفرت مؤخرا العلماء الى معرفة ان الانتقال الاحمر للمجرات البعيدة هو اكبر مما تم التكاهن به سابقا هذا امر مدهش فالكون لا يتمدد فحص بل يزداد سرعة ولا نملك طريقة لقياس تسارعه حتى الان ومع ذلك يبدو انه لا يمكن ضحض المعطيات لابد ان هناك قوة خفية تعمل ضد الجاذبية اسماها العلماء الطاقة القاتمة عندما كان الكون في بداياته كانت الجاذبية القوة الاكثر هيمنة وما نراه هنا هو مجرات مترابطة فيما بينها بفعل الجاذبية على سطح الماء وقبل قرابة سبعة مليارات عام كانت الطاقة القاتمة والجاذبية في توازن جيد جدا الا ان الكون واصل التمدد فانخفضت الكسافة وبدأت الطاقة القاتمة تسيطر وبدأ الكون يسرع فاصبحت الطاقة القاتمة هي خاصية الفضاء المهيمينة حاليا لقد بدأ الكون بقدر معين من الطاقة اذا ونحاول فهم مقدار تلك الطاقة ونحن نعلم ان الكون يتمدد لانه يتسع بالطراد كما نعلم ان تمدده اخذ بالاسراع ولا نعلم ما اذا كان ذلك الاسراع سيبتئ ام لا ما زلنا نحاول فهم ذلك ولمعرفة ما سيحدث لمصير الكون يجب ان نعرف مقدار الطاقة الموجودة ما مقدار المادة الموجودة ان تاريخ الكون عبارة عن معركة بين المادة القاتمة والطاقة القاتمة هتان قوتان متعارضتان لذا فان تاريخ الكون ومصيره النهائي هما محصلة هاتين القوتين كانت نظرية التحطم الكبير نتيجة توقع العلماء ان المادة القاتمة هي القوة المهيمنة الا ان الفلكيين يشكون اليوم ان الطاقة القاتمة اقوى وفي تلك الحال فان النهاية قد تكون مؤثرة وعنيفة انها تباعد ما بين منظومات شمسية ما بين نجوم وتغضو بالغة القوة لانها تباعد ما بين المادة نفسها فتقطع الترابط وتباعد الذرات وتفتت كل شيء الى جزيئات اساسية وتلك هي نهاية الكون ان المعركة بين المادة القاتمة التي تحافظ على تماسك الكون والطاقة القاتمة التي تنشد تمزيقه قد وضعت الكون على طريق الدمار اذا انتصرت المادة القاتمة قد ينهار الكون واذا سيطرت الطاقة القاتمة قد تمزقه الى اشلاء ستزداد قوة التمدد بحيث تمزق الكون برمته سيكون انقلابا غريبا فالطاقة القاتمة تلك القوة التي دفعت المادة الى تشكيل كون هائل تواصل دفعه الى التمدد وتقوده الى فنائه لمعرفة ما اذا كانت الطاقة القاتمة ستفوز في المعركة ينبغي للعلماء ان يعرفوا سرعة تمدد الكون ان خاصية الكون الاكثر لفتا للنظر هي انه يتمدد فكل مجرة تبتعد عن المجرات الاخرى يمكننا ان نمثل ذلك بهذا البالون عندما نمدده اننا نرى ان كل نقطة مرسومة على سطح هذا البالون الاسود الذي يشبه السماء ليلا تبتعد عن كل نقطة اخرى ولكن هناك امر اخر نعرفه عن الكون امر اخر نعرفه عن التمدد هو ان ذلك التمدد يزداد سرعة ان الكون يأخذ في الاسراع ان حجم الكون يكبر بمعدل اسرع واسرع ونحن لا نعرف ماذا سرعة اسراعه بالضبط وان كان يسرع بسرعة كافية فقد يحدث امر مثير اذ قد ينتهي المطاف بالكون الى تمزيق نفسه في التمزق الكبير هذا ممتاز رائع انك ركبت هذا فهذه النسخة عملاقة من عرضي التمثيلي يجري الدكتور روبرت كولدويل تجربة ليبين كيف تؤثر الطاقة القاتمة في اسراع الكون باستخدام قاذف لكرات الطلاء مثبت على شاحنة ومن حيث الاساس يمكننا ضبط الزاوية في الاتجاه الذي تختاره اعتقد ان خفضها هو الافضل يجعل الشاحنة تنطلق في منحدر تسحب جاذبية الارض الشاحنة باتجاه الاسفل وهذا مشابه لكيفية دفع الطاقة القاتمة للكون الى الخارج ليتمدد وتسحب الجاذبية الشاحنة الى الامام بسرعة متزايدة فيما يطلق القاذف الكرات باتجاه الارض بفارق ثانية واحدة يقيس كولدويل المسافة بين نقاط الطلاء لاحتساب سرعة تسارع الشاحنة بدقة سيعتمد معطيات هذه التجربة ليقارن بين قوة الجاذبية وقوة الطاقة القاتمة بدأنا نفكر في التمزق الكبير عندما تم اكتشاف ان تمدد الكون يتسارع ودرجة التسارع مجهولة وهو موضوع جهود كبيرة يقوم بها الفلكيون حاليا سعيا الى معرفة مدى تزايد التسارع بالضبط ما هو ماضي نشأة الكون بالتفصيل وان امكننا ان نعرف ذلك سنعرف مستقبل الكون اننا لا نعرف مدى سرعة التسارع بالضبط وهناك ادلة تشير الى ان الاسراع قد تجاوز عتبة معينة وعند تجاوز تلك العتبة قد يحدث تأثير متدرج وقد يمزق الكون كيف يبدو؟ رائع حصلنا على معطيات مفيدة ممتاز رائع ساعطيك الطرف لنفحص ساخذ الاخر سانا انها مائة واربعة وسبعون سنتيمترا الغاية من تجربة كرات الطلاء هي المقارنة بين تعرض دفع قوة الجاذبية الخفية الشاحنة والكون المتسارع يسعدني اننا قد اتينا بشريط القياس الطويل لان المسافة الفاصلة تتزايد بسرعة بعد عدد من القياسات تتزايد المسافة الفاصلة بين نقاط الطلاء بواقع سبعة اضعاف تقريبا ولو كانت الشاحنة في الفضاء لانطلقت بسرعة تفوق مائة وستين كيلومترا في الساعة خلال دقيقة وبسرعة تفوق الفا وستمائة كيلومترا في الساعة خلال عشر دقائق ازدادت المسافة الان ان السؤال الاهم هو هل يتم التمدد والتسارع نفسه على معدل كوني؟ هذه هي المعطيات التي حصلت مع ايريك المسافة الاجمالية التي قطعتها السيارة حسب الزمن بالتسارع وهذا رائع والشكل شبيه بالقطع المكافئ انه ما نتوقعه بالنسبة الى جسم يتسارع بالضبط وهنا اقوم بعملية حسابية اخرى حيث احتسب تسارع الكون تبين حسابات روبرت كولدويل ان القوى على الارض مشابهة للقوى في الفضاء ويجعلنا هذا العرض ندرك المعدل البالغ للتمدد الذي يبدو انه يحدث في الكون قد يصعب تقدير مدى التطابق الممتاز بالعين المجردة ولكن اؤكد لكم ان الاحصاءات تبين ان تسارع الكون مطابق لهذه المعطيات بشكل ممتاز ان كان الكون يتسارع باستمرار كحال شاحنة فذلك يعني ان الكون قد يمزق نفسه بعد مليارات السنين سيتم ابعاد جميع النجوم والمجرات عن بعضها وعنا ولكن عدى ذلك فلن يتسنى لنا الوقت لنشعر بالبرودة والوحشة اذ سيكون الامر مثيرا ومؤثرا وعنيفا جدا سيتم تمزيق النجوم والكواكب وحتى الذرات سيتم تمزيقها قبل انتهاء الكون لن يحدث هذا قبل خمسين مليار عام على الاقل ولكنه مع ذلك سيكون مصيرا مثيرا كيف سيكون شكل تمزق الذرات عن بعضها الذرات اشياء صلبة كاكواب القهوة تجتمع الذرات لتشكل كوبا يمكنه الحفاظ على القهوة من دون ان تتسرب منه قطرة واحدة سنركز التكبير عبر الكوب وكأننا ننتقل عبر الكون سنتجاوز الجزيئات الى الذرات ان الكوب الصلبة ليس سوى نسيجا من جزيئات ذرية شكلت رابطا لتصبح مادة ان تباعدت هذه الجزيئات فان الروابط التي تحافظ على تناسك هذا الكوب ستقطع وستكف الغرات عن دعم الجزيئات وستنحل الروابط بين الجزيئات الدقيقة والمادة التي على شكل هذا الكوب لن يعود لها وجود ستتفكك وتتفتت وتختفي هذه هي النهاية التي يتوقعها روبرت كولدويل للكوم انما سيراه المرء اذا كان واقفا على كوكب الارض او كان واقفا على كوكب اخر لا يزال موجودا في ذلك الحين هو شيء يشبه جدارا من الظلام يقترب منه ومع اقتراب جدار الظلام تختفي النجوم والمجرات وفي النهاية سيحيط جدار الظلام بالكوكب وسرعان ما ستتمزق الذرات نفسها بعد ذلك وينتهي الامر سيتقلص جدار الظلام يصبح نقطة وتلك هي النهاية استنادا الى روبرت كولدويل فان تلك اللحظة لن تكون قبل مليارات السنين ما يتيح لهم وقتا طويلا لتحسين ابحاثها الامر اشبه بقصة تحقيق للشرطة فنحن نحاول معرفة ما هو المذنب او ما هو المذنب المسؤول عن الاسراء الكوني نعتقد اننا نعرف اسمه اننا نسميه الطاقة القاتمة ولكننا لا نعرف منهجه لا نعرف كيف يعمل بالضبط ونحن بحاجة الى المزيد من المعلومات معلومات عن فيزيائية الطاقة القاتمة نريد ان نعرف ما تفعله ومما تتألف بالضبط وعند الاجابة عن هذين السؤالين سنتمكن من معرفة ما هي مصير الكون التمزق الكبير هو احدى النظريات يوفر مرقاب هابل عبر الارتقاء خارج نطاق الغلاف الجوي والنظر الى اعماق الفضاء ادلة عن نهاية كون اقل عنفا الا انها حتمية ايضا يقول العلماء الان ان الكون يتمدد وانه استنادا الى مدى تسارعه فقد ينتهي بتمزق كبير حيث يتمزق فيه كل شيء كما يحتمل ان يواصل التمدد انما ببطء ولن يتمزق الكون ولكن سيصبح مظلما وباردا ولا حياة فيه ان تبين ان الطاقة القاتمة دائمة اي انها خاصية دائمة واستمرت حسب المعدل الحالي فسيواصل الكون التمدد وسيكون وضعا محزنا جدا برأيي سيتجمد في النهاية سيبرد كل شيء تأتي الادلة على التجمد الكبير وجميع نظريات نهاية الكون جزئيا من مرقاب هابل الفضائي فهو يدور حول الارض منذ عام تسعين ويراقب الكون من دون اي عائق ان الصور الفائقة التي يرسلها الى كوكب الارض مذهلة في وضوحها وتفاصيلها وبفضله يمكن للعلماء التوصل الى تكهنات افضل بشأن نهاية الكون هذا مثال لصورة نطاق عميق جدا التقطها مرقاب هابل الفضائي حيث يتم توجيه المرقاب الفضائي الى قطاع معين في الفضاء واذا نظرنا الى هذه عبر صورة ملتقطة من الارض وقبل اطلاق هابل فانها ستكون بحجم الطابع البريدي تقريبا وفجأة فان الصورة الاولى التي التقطها هابل للطاق عميق كانت فيها اربعة الاف مجرة وبدت كالمجرات المعروفة ولم تكن مرئية من الارض انها قوة هائلة وان كل من هذه البقع عبارة عن مجرة بحد ذاتها وتضم كل من هذه المجرات قرابة مائة مليار نجم ينتظر الفلكيون ورود الصور كلها من هابل بفارغ الصبر لتقربهم من حل لغز مصير الكون بتحليل الصور باستخدام حواسيب ومقارنة صور تم التقاطها في ليال مختلفة يمكننا اقصاء المجرات الاخرى في الصورة فتبقى لدينا هذه القطرة انه لا يبدو هاما ولكنه نجم مستعر وما كان ليتم اكتشافه قبل اطلاق مرقاب هابل الفضائي يرى هابل اكثر من مجرد نجوم ومجرات قد يرى احد مكونات الفضاء الهامة مكونا غير مرئيا قد يقضي على تأثير الطاقة القاتمة ويسبب تجمدا كبيرا المادة القاتمة يتحدث العلماء عن المادة القاتمة على انها المادة التي تحافظ على تماسك الكون ويمكنها منع وقوع تمزق كبير وشهدت ادلة تثبت وجود المادة القاتمة في عدد من صور هابل تبدو وكأن هناك مجرات اخرى تحيط بالمجرات ولكن تلك المجرات الاخرى غير موجودة على الاطلاق بل هي عبارة عن انعكاسات لمجرات ابعد تأتي من الخل يشك الفلكيون في ان هذا الخداع البصري سببه ان المادة القاتمة تسبب تحريفا غريبا للضوء ويسمى بالعدسة المتأثرة بالجاذبية ينحرف الضوء القادم من مجرات ابعد بفعل حناء في الفضاء تسببه النجوم والمادة القاتمة في طريقها كلما زادت كمية المادة القاتمة بين الارض والمجرة انحرف الضوء اكثر واشتدت القوة التي تسبب التجمد الكبير ان ظاهرة العدسة المتأثرة بالجاذبية اداة بالغة الاهمية لانه يمكننا قياس الانحراف في مجرات خلفية واستخدامه في تتبع توزع المادة القاتمة على مستويات متنوعة اننا ننظر الى توزع مجرات مثالية في السماء والضوء القادم من هذه المجرات البعيدة يتشكل عبر لفيف من المادة القاتمة وما نراه هو ليس الحقيقة فنحن اشبه بمن يضع نظرات من دون ان يعرف واذا امكننا تحديد قدر الانحناء الواقع فسنتمكن من تحديد توضع المادة القاتمة وسنعرف بشكل دقيق انه اذا كانت هناك مادة قاتمة فهل يتصرف الكون المحيط بتلك المادة كما يجب بفعل الجاذبية ام لا ان تحديد قوة الطاقة المهيمنة المادة القاتمة ام الطاقة القاتمة سيحدد ما اذا كان مصيرنا التجمد الكبير ام التمزق الكبير بين افضل دليل ان الطاقة القاتمة هي القوة الدافعة ولكن باي قدر يعتمد حل هذا اللغز على عثور الفلكيين على طرق لقياس سرعة تحرك الكون من السهل تحديد سرعة حركة شيئا ما على الارض كالطائرة فهي قريبة نسبيا يمكننا ان ننظر اليها ونحتسب سرعتها عبر تقدير المسافة التي تقطعها وتوقيت الزمن الذي تستغرقه في الانتقاء اما ضوء النجم فيمكن ان ينتقل ملايين او مليارات السنين قبل ان نراه على الارض وعندما يصل ضوءه يكون النجم قد اختفى منذ زمن كما انه بعيد جدا بحيث لا يمكن احتساب سرعته او المسافة التي قطعها بدقة ان الكون يتمدد الا ان العلماء لا يمكنهم تقديم اجابات دقيقة بشأن سرعته ويقترب اللغز من الحل بتصوير الكون بدقة اكبر لم يكن في وسعنا مراقبة هذه المجرات قبل اطلاق مرقاب هابل الفضائي وكان ازدياد مقدراتنا التقنية رائعا مؤخرا فقد مكننا من كشف بدء الكون بطريقة ما كنا نتحيلها تسهل صور الفضائي الاوضح تقدير معدل التمدد اذا استمر الكون في التمدد فمن المؤكد ان جميع مصادر الطاقة الافران النووية والنجوم ستنفد وتموت ليصبح الكون باردا جدا وسيحدث التجمد الكبير حسب نظرية التجمد الكبير سيصبح كوكب الارض كوكبا موحشا وباردا مع تمدد الكون فاذ تزداد المسافات بين النجوم كثيرا بحيث لا ترى ستنفد طاقاتها مع مرور الزمن ويصبح الكون برمته في حالة تجمد تلك افكار نتجت من عمل كل من اينشتاين وهابل لكنهما لم يعيشا ليشهدا هذه النتائج تخيلوا ما سيفكر فيه كل من ايدوين هابل والبرت اينشتاين لو كانا حيين اليوم ويريان ما نراه كان اينشتاين يفكر في الكون المتمدد كحل طبيعي لمعادلاته ولكنه كان حائرا حيال ان الكون لم يظهر اي تغير اما هابل فقد كان يسعى جاهدا ليثبت ان الكون يبطئ والحقيقة انهما كان على خطأ لان الكون يسرع عندما ابتكر اينشتاين النظرية العامة لم نكن نعلم ان هناك مجرات خارج نطاق مجرتنا ولم نكن نعلم ان الكون كان يتمدد والحقيقة ان اينشتاين نفسه رغم ان معادلاته كانت تخبره وتؤكد له ان الكون متغير فانه لم يكن واثقا ليقول ان الكون يتمدد او ان الكون يتقلص مع ذلك فقد قاد عمله الى فتوحات علمية بسبب مبدأ التجمد الكبير تبين هذا الكرة مبدأ التجمد الكبير انها تشبه الكورات الزجاجية التي تشكل فعقب الانفجار الكبير فقد دفعت الطاقة القاتمة بالنجوم الى الخارج وابطأت المادة القاتمة وحركتها حسب نظرية التجمد الكبير فان التمدد سيستمر الا ان الوقود النووي الذي يشعل النجوم سينفد من منظور الارض فان اول ما سيختفي هو نور الشمس فالشمس ستكمد وهي تستنزف وقودها وسيتجمد كوكب الارض ويصبح عديم الحياة وبعد مليارات السنين من اختفاء البشر سيتمدد الكون خارج نطاق الرؤية قد يبقى عدد قليل من النجوم الجديدة الا ان معظمها سيكون قد ابتعد ينفد وقود الفرن الذي يزود الكون بالطاقة يستمر الكون المظلم في التمدد وتبقى اثار وجوده النشط السابق المتجمدة وعديمة الحياة ان استمر هذا الوضع ولم يتغير اي شيء في تركيبة كثافة هذه الطاقة سيستمر الكون في التمدد الى الابد سيزداد برودة وحتى المجرات المجاورة لنا ستنحسر عنا بسرعة بحيث لن نراها سيصبح الكون باردا ومظلما سيصبح مكانا موحشا امام الفلكيين الكثير ليتعلموه عن تأثير الطاقة القاتمة والمادة القاتمة ويرد قدر كبير من المعلومات من هذا المسبار الموجود في اعماق الفضاء معلومات تساعد في تأويل تاريخ ومصير الكون السماء ليلا مكان هادئ ومسالم ظاهريا اما في الحقيقة فان هناك قوى تدفعه الى النهاية يعمل العلم على تقريب الفلكيين من حل اكبر الغاز الكون ومنها مصيره النهائي قد يكون حل لغز الكون في هذه الصورة متعددة الالوان فهي خريطة للكون منذ لحظة ولادته والافضل انها تساعد علماء الكون في التكهن بكيفية انتهائه تسمى الالة التي التقطت هذه الصورة دابليو ماب وهي قمر اصطناعي لوكالة ناسا يعمل لرسم خريطة للكون ما نراه هنا هو حافة الكون المرئي انه الضوء الذي قاسه دابليو ماب والحرارة المتبقية من الانفجار الكبير وهو اقدم ضوء مرئي في الكون يخبرنا هذا الاثر المستحاثي من الكون القديم الكثير عن تركيب المادة ومعدل التمدد وظروف ولادة كوننا يعتبر دابليو ماب احد اروع الفتوحات الفلكية في القرن الحادي والعشرين فلا شيء قبله اعطانا صورة واضحة كهذه للطاقة المتبقية من الانفجار الكبير الطاقة المسمات بخلفية الامواج الميكروية الكونية يقيس دابليو ماب فروق درجة الحرارة في خلفية الامواج الميكروية الكونية وهكذا قد نتكهن بالقوة التي ستهيمن على الكون وكيف ستوصل الكون الى نهايته النقاط الزرقاء في ضوء الامواج الميكروية الناتج عن الانفجار الكبير ابرد من حرارة المحيط العادي قليلا والنقاط الحمراء مناطق اكثر حرارة تخبرنا فروق الحرارة التي كشفها دابليو ماب عن طبيعة المادة والطاقة في الكون ويؤدي تحليل اشكال الضوء الى العثور على ادلة لا عن المادة فحسب بل عن مصير الكون ايضا نرى بعيوننا جزءا ضئيلا من الطيف الكهرومغناطيسي وعلينا اعتماد موجات اطول كالموجات المستخدمة للتسخين في فرن امواج ميكروية وهي ما نقيسه هنا باستخدام دابليو ماب ان دابليو ماب دقيق جدا بحيث يمكنه كشف فروق حرارية تصل جزءا واحدا من الف جزءا من الدرجة وتساعد هذه الحساسية العالية بقياس نسبة المادة القاتمة للطاقة القاتمة القوتين لتين ستحددان كيفية انتهاء الكون نجمع القياسات المختلفة ونرسم خريطة توضح الاختلافات وعبر رفع نسبة التباين يمكننا ومن حيث الاساس استخلاص هذا الوميض من الانفجار الكبير وبعد ذلك يمكننا تحديد الاختلاف لا يظهر ما يلفت النظر الا عند قيام جاري هانشو بضبط التباين عند اذا تدب الحياة في صورة دابليو ماب والنظر الى تلك الصورة اشبه برحلة الى الماضي عبر الفضاء والزمن علنا نحصل على افكار جديدة عن مصير الكون عند ابتعادنا عن المسبار واتباع مسار الضوء الذي يجمعه نمر بالمريخ والمشتري وزحل التي يستغرق الضوء المنعكس عنها اكثر من ساعة ليصل الى الارض ثم نغادر درب التبانة ونمر باندروميدا المجرة الاقرب التي يستغرق ضوءها مليونين وثلاثمائة الف سنة ليصل الينا وهذا يعني اننا قد عدنا مليونين وثلاثمائة الف سنة عبر الزمن واخيرا نصل الى ما قبل ثلاثة عشر مليار عام عند بداية الضوء المرئي وقبل ذلك فقد كان غاز الهايدروجين بالغ السخونة في كل مكان يمكن للدابليو ماب ان يرى حتى هذا التاريخ القديم ويؤكد حقائق هامة عن الكون وما يدفعه الى موته يصبح التكهن بنهاية الكون اسهل بفضل الدابليو ماب فالمعلومات التي ارسلها اضافة الى عمل الفلكيين قد قادت الى عدد من الاكتشافات المذهلة عن كون سريع التمدد فالتمدد سريع يدعم نظرية الطاقة القاتمة واحتمال حدوث تجمد كبير او تمزق كبير نعلم الان من المعطيات التي حصلنا عليها خلال العقد المنصر ان الطاقة القاتمة تفوق المادة القاتمة بقدر الضعف لذا فان الطاقة القاتمة هي شكل الطاقة المهيمينة في الكون يبدو الدليل واضحا الطاقة القاتمة هي المسيطرة وتقود الفلكيين الى افكار جديدة بشأن بداية ونهاية الكون قبل اكتشاف الطاقة القاتمة كانت الامور اكثر بساطة لان تحديد مقدار المادة في الكون يمكننا من ذكر شيء عن مصيره النهائي لقد ولت ايام البساطة الا ان الاثبات واضح ان الكون سيستمر بالتمدد فهل سيتمدد الى ما لا نهاية لقد قطعنا خطوات هائلة خلال القرن الماضي في معرفة شيء عن الكون وتمدده لكننا نطرح اسئلة اكثر مما يمكننا الاجابة عنها وسوف يكون العقد القادم اكثر اثارة بكثير يواجه الفلكيون تحديات بالغة تعترض طريقنا ونحن نسعى الى معرفة الاجابة عن اسئلتنا كلها سيكون المستقبل مثيرا لاننا ان استطعنا مراقبة شيء ما فاننا نختبره وتلك هي الغاية من العلم يتوقع للمعركة بين المادة القاتمة والطاقة القاتمة ان تدوم مليارات السنين وسيكون البشر قد رحلوا قبل النتيجة النهائية بزمن بعيد الا انه ما من مسعى بهذه الاهمية للعلم مقارنة بادراك ما هي تبدء الكون وعمله وكيفية انتهاءه انه مسعى ازلي يحث علم الفلك ليجيب عن الاسئلة الهامة مكونات الكون طبيعة المادة القاتمة وربما اكبر الالغاز ما هو مصير الكون النهائي السلام عليكم معكم ضرغام خطاوي من العراق بغداد اليوم سوف يبدأ معكم سلسلة لشرح آلية عمل الروبوت الذي صنعته بالتفصيل كيفية صنعت اجزائه وآلية عملها لغرض مفادة الباحثين في مجال الروبوتيفس في عالمنا العربي والاسلامي ارجو ان تنال هذه السلسلة رضاكم وحب اشكر كافة التعليقات المشجعة التعليم لي معنويا وارجو ان يكون هذا المحتوى ان تحص نظامكم الى ارجون بتعبا الروبوت كما تشاهدونه طوله 130 سنتيم او ارتفاعه 130 سنتيم وعرضه 60 في 55 سنتيم يتكون من الزراع واحدة طول الزراع 75 سنتيم وفيه سبعة درجات من الحرية وفي علم الروبوتكس سبعة درجات معناتها سبعة مفاصل استطيع الزراع الروبوتي ان يتحرك بها في محاور اكس وواي وزت سنبدأ بشرح قاعدة الروبوت او الجهاز التي فيها متحكمات المنطقية التي استخدمتها عبارة عن عدد ستة اردوينوات لكل مفصل او محرك اردوينو واحد اردوينو هو متحكم منطقي قابل للبرمجة ولغته البرمجية سهلة التعلم وهو عبارة عن اوبن سورس اي من البرامج لفتوحة المصدر متاحة للاستخدام مثل ما قلنا كل مفصل يتحكم بمحرك من محركات الزراع السلام عليكم من جديد الان سوف اكمل شرح تركيب زراع الروبوت والمفاصل تتكون منها طعن في الفيديو السابق بعد اكمالي شرح مبصل الساعد الآن سوف اقوم بشرح المفصل التالي وهو ما اسميه مبصل اكس الخاص بحركة القبضة لمحور اكس وهو مركب فوق محور اخراج الفاعل الساعد طبعا تكوى من سيرفو ام جي بسعة تسعة خمسة بعزم يقف العزم داله نين ونص كدغرام سنتيمتر طبعا هذا المحور لا يتحمل وزن كبير لانه يدور بممازلات محور دوران السيرفو لكن كانت مشكلة صناعته هي كيفية حشره او وضعه بحيز صغير على ذراع مفاعل الساعد حبارة عن هاتين هاتين المحملين كرويين مثبتين ببراكيت عدد اثنين وقارنتين احداها مربوطة مع محور السيرفو والثانية هو طبعا الاف دولارات بدون دعم من اي جهة الروبوت قابل البرمجة لعداء عديد من الوظائف وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت وهو يصنع العصير تلقائيا بصورة مستقلة واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة طبعا هذا النموذج اختباري رغم انه كلفني اربع سنوات من التصميم والعمل لقلة هكذا معلومات في بلدادنا العربية وانعدام الدعم طبعا وهو بحاجة للتطوير لزيادة دقته من ناحية البرمجة وسوف نشاهد عمله الآن بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلاحظ أنه هو بطيء بعض الشيء وهو طبعا نموذج اختباري اشتركوا في القناة والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني اشتركوا في القناة والآن سوف يبدأ بصبغ الصف الثالث أو العمود الثالث طبعا هو بطيء بعض الشيء لكنه ذكي وفي بعض الدقة ترجمة نانسي قنقر والآن السطر الرابع والآن سوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا نلاحظ هنا توقف في البرنامج نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شكرا